أوفور إيميج جنريتور من شات جي بيتي أصبح متاح للجميع في الخطة المجانية دلوقتي لو أنت رحت على الثلاث نقط دول لما تخش على شات جي بيتي هتلاقي فيه كرييت إيميج أبديتد ودي النسخة المجانية من شات جي بيتي تقدر دلوقتي حالياً تستخدمها لإنتاج صور أو تصميمات رائعة وشات جي بيتي كمان أعلنت أن هي عمل التحديث أكتر على النموذج الجديد عشان يدي دقة أفضل بيقولك أنه ممكن ياخد مدة أطول في عملية الكرييشن ولكن في الآخر نتيجة رائعة ودي مسج أنا لقيتها على المدفوع وأعتقد أن هي كمان متعلقة بالمجاني الجزء المتعلق بالتحسين اللي تم على الفور أو إيميج جنريتور من شات جي بيتي يلا النهاردة نجرب حاجة على الفور أو إيميج جنريتور وكنت اتكلمت عنه قبل كده في الخطة المدفوعة على القناة ولكن عايز أقولك على سر صغير عشان تنتج صور أو تصميمات رائعة وحاول أن تستخدمه في عمل تصميمات الفيسبوك أو تصميمات الكميونيتي الصور بتاعة اليوتيوب أو تصميمات منتج أو تصميمات لوجو لأن الموضوع فعلاً حيفرق كتير جداً معاك بالطريقة اللي حقولك عليها النهاردة لو رحت دست على create image وقلت له give me a design poster for a new coffee product أنا عندي منتج للقهوة جديد اسمه مارو الكالر بتاعة الباكيج عبارة عن ميكسشر أو خليط ما بين اليالو أو اللايت يالو and brown ودست enter عشان يديني التصميم طبعاً هو هياخد معاك وقت أطول لو أنت حتى ظهر عندك الخاصية دي وكانت في الخطة المجانية أو كنت بستخدمها في المدفوع أياً كان حتلاقي إن هي بقت تاخد وقت أطول شوية والوقت الأطول شوية دي في مصلحة النتيجة وده اللي فعلاً الشركة قالت عليه من خلال الرسالة اللي أعتقد أنها ممكن تكون وصلت للكاثرين أول ما بيفتحوا الأكاونت بتاحهم أو الحساب بتاحهم على شات جي بي تي ده التصميم الخاص بالبوستر اللي تم إنشاؤه ببيزيك برومت أو أمر بسيط جداً إنه هو يديني design poster for a new coffee product its name is maru هنا طبعاً هو maru coffee 100% عربياكا نيت ويت كمان حطيني الويت ممكن أنا أقوله remove بقى الnet ويت أو remove 100% عربياكا يبتدي إنه هو يشيلها ولكن تعال بقى بص على الطريقة اللي هقولك عليها دلوقتي دايماً لما تكون عايز تصميم معين في details كتير وتفاصيل كتير أو حتى عايز تغير في هذه التفاصيل أطلب من النموذج نفسه يدهه لك أنا هنا هقوله give me a text prompt أديني التكست برومت الأمر النصي عشان أولد البوستر أنا عملتش حاجة أنا خدت نفس الأمر البسيط اللي أنا عملته قلت له أديني التكست برومت بص هنا لما حدوس enter هو هنا حديني البرومت قربها ترجمة Another and elegant design poster for a new coffee product named Maru The package is light yellow with brown accents giving a warm and meeting feels the poster should feature a high-quality realistic coffee bag at the center with steam racing from a cup of fresh coffee nearby باي جنبه كده يعني زي كب أوف كوفي جنب الباكيج بتاعت الكوفي نفسها هنا بقى انت ممكن تعدل فروم كب أوف فريشلي هنا أبلاك كب مثلا يعني ممكن هنا مثلا سيء أزاودي بأبلاك كب ويسراؤنين زي باكيج زير أورينز يعني بقى فيه زي كده قهوة زي ما كان موجود بينز من كوفي جنب الباكيج مكتوب عليها مارو سلايتلي سلايتلي فينتج فونت وبعد كده هاخدنا الأمر ده كده ناخد الأمر بالمنظر ده كده كوبي ممكن هنا أغير أقول بلاك كب أوف فريشلي كوفي نرباي وممكن كمان أخلي الباكجراوند أغير بدى سلايتك وممكن كماناً اسم ألوقًا باكجراوند واو أغيرك جريدي انتج ونشوف النتيجة بعد ما استخدمنا الأمر اللي هو طلعه يعني أنا ممكن أعمل عليه إيلته وممكن أسيبه زي ما هو ولكن إنت هنا قلت له اديني التكست برومت اديني الأمر حنشوف الفرق ما بين التو بوستر زي أي بوستر أفضل أو الاتنين بوستر زي بعض حنشوف مع بعض الوقت هذه النتيجة زي ما احنا شايفين النتيجة رائعة من وجهة نظري أنا شايفة أنه هو أحلى من البوستر الأولين طبعا أنا عايزك يعني تقول لي رأيك إيه هنا نيو مارو نفترض زي ما قلت لك هو براند جديد هنا ده البوستر الأوليني ده البوستر الثاني طبعا واضح الفرق فإذا من الأفضل إن أنا لما أكون عايزة أنشئ بوستر ما قلوش give me a design for لأنا قلو اديني التكست برامت وعدل أنا على التكست برامت ليه لأنه قالب جاهز حشل حاجة وحط حاجة أو حعدل أو حتى سيبه زي ما هو ولكن الفرق واضح يعني خد مني النصيحة الصوايرة دي لما تيجي تعمل أي تصميم تعالوا نجرب حاجة تانية هنا حبتدي إن أنا أقول له على فكرة أنت ممكن تقول له بالعربي والترجم براحتك جدا هنا بقى مش بوستر صورة ممكن كمان أقول له cinematic cinematic عايزة أشوفه كده في الصور cinematic يعني ده موضل زي ما قلت لك جديد من شجي بيتي فور أمان إز ويرين أبلاك كوت and brown hat he is walking at night in an empty street ماشي كده في الشارع بالليل شارع فاضي أنا هنا بقول له give me a text prompt هنا هاخد القالب ده ممكن أعدل فيه بصراحة يعني هو مش محتاج أي تعديل أنا شايف النتيجة حلوة جدا هاخد الأمر كده أنتج بيه الصورة وتم إنشاء الصورة زي ما احنا شايفين cinematic scene فعلا الأجواء بتاعت الصورة بتوحي بده وهتبتدي تعمل download هنا بيقول you have reached your image creation limit يعني خلص بالنسبة لليوم اعملي upgrade عشان لو عايز تنشئي صور تانية أو استني لبكرة طبعا دي الخطة المجانية زي ما احنا شايفين الخطة المجانية محدودة مش مفتوحة كده لأ محدودة ولكن زي ما قلت لك انت لو عايز تنشئ صورتين ثلاثة في اليوم حتقدر انت تستفيد بهذه الميزة حابة بس ان انا اخد الامر على الخطة الاخرى المدفوعة عشان اوريك الفرق مبين البيزيك برومت الاولاني والنتيجة اللي انت شايفها للصورة اللي قدامنا دلوقتي هنا لو روحت عملت create image وحطيت الوصف العادي cinematic scene for a man is wearing a black coat ودست كده enter علشان نشوف النتيجة دي النتيجة الخاصة بالصورة زي ما احنا شايفين الصورتين قدامك بص التفاصيل اللي في الصورة الاولانية والصورة التانية طبعا فيه فرق التفاصيل اللي في الصورة الاولانية اكتر اللي احنا استخدمنا فيها text prompt والتانية لما عطيته basic prompt او امر بسيط طبعا اتمنى اسمع رأيكم فيه التعليقات بيتبنى اكتر فيه انشاء البوستر زي ما انتو شايفين يعني في البوستر كمان الحاجات اللي فيها تفاصيل الحاجات اللي فيها كتابة زي ما قلتلك هو بيديني خالب كمان ليه الامر وقدرنا انا عدل عليه وبالتالي هقدرنا استفيد بعمل شوي تفاصيل اكتر يعني ممكن تكون انت مش مصمم بس ليك وجهة نظر في التصميم بتاعك عايز تضيف حاجة تحط حاجة فيقدر ان هو ينفسهلك ده بالنسبة لفيديو النهاردة حبيت ان انا اشاركه معاكم يارب تكونوا استفدتوا منه واحب اسمع رأيكم في التعليقات اشوفكم في فيديو قدم باذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد وزي ما بقولكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلت كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير وكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته